دخل ملف محاكمات الفساد في موريتانيا والمعروف محليا بفساد العشرية مرحلة جديدة بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد في البلاد في ظل توقعات بأن تبدأ إجراءة المحاكمة خلال الأسبوع المقبلة ويطال ملف الفساد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في فترة حكمه حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الممتد لعشر سنوات والمعروف محليا بفساد العشرية يحال بأمر من القضاء على المحكمة المختصة بعد استنفاذ جميع الطعون الإجرائية من قبل دفاع المتهمين المشمولين يتقدمهم الرئيس السابق وإلى جانب محمد ولد عبد العزيز يشمل الملف أحد عشر شخصا آخرين متابعين من قبل القضاء بتهم تتعلق بالفساد واختلاس المال العام خلال فترة الرئيس السابق التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2019 والمعروف بالعشرية وكانت السلطات القضائية بموريتانيا أحالت منتصف سبتمبر الماضي ولد عبد العزيز والمتهمين معه في قضايا فساد إلى المحاكمة بعد أيام من إنهاء حالة المراقبة القضائية بحقه التي استمرت قرابة عام ومطلع يونيو الماضي سلمت تحقيق القضائي للمحامين قرار إحالة الرئيس السابق وبقية المشمولين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد ووجهت النيابة العامة في مارس من العام الماضي تهما تتعلق بالفساد إلى ثلاثة عشر متهما من بينهم اثنان من رؤساء الحكومات وعدد من الوزراء ومدير المؤسسات الكبرى ورجال أعمال إضافة لرئيس الجمهورية السابق فيما تم تبرئة اثنين منهم بعد ذلك ووصل ولد عبد العزيز للسلطة لأول مرة عبر انقلاب عسكري عام 2008 ما أدى لدخول البلاد في أسمة سياسية انتهت بتسوية اقتضت بتخليه عن السلطة إلا أنه عاد للرئاسة في العام التالي عبر صناديق الاقتراع وفاز بولاية ثانية عام 2014 قبل أن يغادر السلطة عام 2019 وللمزيد حول هذا الموضوع تنموا إلينا مباشرة من موريتانيا مراسلة الحر هناك طيبة الغوث أهلا بك طيبة طلعينا على تفاصيل الأمور أهلا إليك طبعا هذه الخطوة أو الحديث عن حالة أوباما ذات خلفات الفساد فيها لدى محكمة الفساد هي خطوة ثلاثة متوقعة ودوء أيام ودوء أعلنت أعلى هي قضائية بلاس ما أحرس إليها ديابا بالسهم الموجهة لرئيس السابق عشر من المعاونين بعد تبرئة أثنين من المشمولين ثانوك الملف هي الخطوة الآن ربما أو يتحدث البعض لأنها قد تكون لها أبعاد سياسية نظرا للتحركات الرئيس السابق محمد العبد العديد السياسية والتي يحاول من خلالها وحتى يحاول لبعه أكثر من مرة أن يحول الملف من قضائي إلى ملف سياسي نظرا لدعوة أو مطالب الرئيس بعودة إلى المشهد الملف إلى حد الآن ما زال لا يعرض في أي وقت يمكن أن يعرض على محكمة الفساد هناك توقعات كبيرة بأن تتمحل محاكمة هؤلاء الأشخاص أو هذه المجموعة هناك أيضا توجه من الدفاع أو ضغط من الدفاع لتسريع المحاكمة هناك من يقول بأن لدى الرئيس السابق بعض الملفات التي يوفرها لجلسات المحاكمة طبعا الوضع السياسي الحالي يستجه إلى أنه من المفروض أو من الضرورة أن يتم محاكمة الرئيس السابق بتهم فساد الفساد اليوم حتى في هذه الفترة تحديدا يتم الحديث عن سلام ظاهرة الفساد بشكل كبير هناك من يتحدث بأنه لا يمكن أن يكون هذا الملف يتم تجاوزه في ظل الوضعية الحالية لا بد أن يكون هناك القرار حاسم للإحالة إلى المحاكمة وتكون أيضا المحاكمة المطالبة تكون محاكمة علمية للوقوف على التفاصل هذا الملف لأنه يعتبر أكبر ملف ساد سيدة البلاد وأيضا أول رئيس مهتاني يتم إدعوه في السجن بسبب تهندسة إذن هذه القضية ما زالت ستأخذ أكثر من منحها خلال الأسابيع المقبلة القليلة نظرا لتسريعها أو تسريع وثيرتها في ظل المطالبة والضغط السياسي قبيل الانتخابات هناك من يتوقع أن تكون المحاكمات جدا قوية وهناك من يتوقع أن تتم تمجدها إلى مرحلة أخرى إلى حين أن يتم معرفة أي الملفات أهم هل هي الانتخابات والتي تفصل عنها أربعة أشهر أو خمسة أم هي هذا الملف الذي يعتبر ورقة النظام الحالي لفرض التهديئة التي راهنا عليها خلال السنوات الثلاثة الماضية شكرا لك يا طيبة الغوث كنت معنا مباشرة من العاصمة الموريتانية شكرا لك